وبعرف أنه يمكن مجال الفن يتخذ عنه شوية أفكار أو حتى يقولوا عن الفنان أنه مغرور بمطرح معين أنا شخص مني مغرورة ولا شوية وما بحب كون مغرورة وما بحب حتى المغرورين بحب الناس كتير بحب كون قريبة منهم هيدولي اختصار اللي صار بالحلقة إن شاء الله تكونوا مبساطة معنا وأنا بحب كون كتير إن شاء الله دايما تكون عتحس نزا نكون وبدو أقول تانكس مرتين لكل الأكيب الموجود معنا اليوم ولكل اللي يتعبوا مرسي لكاتيا مرتينة هيده هالحلقة هيده أنا ومبارك بحبكون كتير تانكيو نالي ما أدسي مصال خيط مصنور أهلا وسهلا فيك على قناة المرأة العربية تانكيو مرتين وبيبرنامجنا نجوم من غير هدوم مرتاحة بالقاعدة أكيد رادي للمقابلة اليوم حسب حسب هو الحسب أهم شي لأنه متل ما تعودوا المشاهدين وكل اللي يتابعوا نجوم من غير هدوم خلال هالسنة ونص تقريبا على الهواء أنه ضيوفنا بيجوا مرتاحين أو شي مرتاحين بالقاعدة مرتاحين نفسيا ما بيكونوا محضرين للحلقة بس مجرد ما مبلش الأسئلة والحوار أنا بسميه بيحسوا حالهم مرتاحين فمنوصل للقلب وبتطلع حلقة من القلب للقلب لا إن شاء الله بتطلع حلقة كثير عفوية وبالنهاية راح تكون عم بناحكى فيها كل شي على حقيقتها أهم شي وصحة رحيلة ونحكي بعفوية نالي الوحيدة بالعائلة من البنات وحتى وحيدة الأخ خييك وحيد هالوحدة هي خليتك أقرب إلى والدتك تخديها كأم كصديقة وتتوجد معك بالبيت وخارج البيت يمكن هو سبب من الأسباب أكيد لأنه ما عندي أخط وخاصة والدتي عمري صغير فعموم في كتير فرق بين عمري وعمري لأنه تزوجت كتير كتير صغير يعني أكتر ممكن حدا يستنظر يعني فعم نتفينه جمتنا مشان هيك ما في فرق كتير بالعمر بينهم تحسية كتفهميك بكتير من العوقات أكيدة بدال في اختلف وجهة النظر بس أكيدة قليل يعني بان هيك الإنسان عنده أفكاره يعني بس بي كأم وبنتة يعني بتطلع هيك بلاقي إنه إيه أكيد فيه أفكار كتير قريبة بينه وبينه بتحسي علاقة مثالية بين أم و بنتة؟ إلى حد ما إيه إلى حد كبير يعني إيه رغم استقلاليتك نالي بشغلك وبأعمالك وباعتمادك على ذاتك وبجن الأموال يعني مصروفك ما استقلت عن أهلك مثل بعض الفنانات بستقلوا إدارياً ومهنياً وعائلياً يعني بضل على مساحة من عائلتهم ولكن اللي بعد بالقرب من والدت وخيه ما السبب؟ بعتقد في كتير متلة إذا استقلوا مهنياً ما بستقلوا أكيد بعيلتهم يعني في كتير بعضهم بيهتموا بوجود عائلتهم بحياتهم بشكل كتير كبير خاصة أنا معودي لأنه أنا وحيدة يمكن معودي على الجنج ببعض الأوقات بغض النظر لا معودي على الجنج ببعض الأوقات معودي أنه أتكل عليهم بكتير إشياء أكيد القرار النهائي بيرجع لأنا شحاسة يعني بس معودي أتكل عليهم كتير وبحبهم لأنهم مش بس عائلتهم ما أعتبرهم بس عائلتهم يعني بعتبرهم قريبين مني كان أم كانوا والدتي ولا والدي تحسني كمان سارع بعتمدوا على ناليا صارت عمود أساسي بالبيت صارت هي يعني كل المحور العائلة كان اهتماماتهم بالعائلة اهتماماتهم الخاصة اهتمامهم حتى بالمستقبلة مش بيرضاهم لا ناليا فردت عليهم لا مش فردت فرد عليهم وعليهم الموضوع يعني فطبيعي يمكن بس يكون شئ حدا بالبيت فيه بحاجة لا اهتمام مش بس بشكل الفان بشكل حياة الشخصية اللي إذا بحاجة لمثاندتهم فبدوا يكونوا طبيعي حدا يعني كأي عائلة بالخيات إذا بعد إبنالي مأجسي واستقلت مهنيا عنهم وضلت مقالبة كبنت لا ما في مشكلة شو بتغير بحياتهم لا هنه بالنهاية أنا طلب منهم هيدا الموضوع ومش هنه اللي طلبينه مني هيدا شغلة عائلتي كتير ثائبة أنه والدي بي مجال الفان كان قبل ما أنا فوت هيدا التازربة وهي الخطوة هيدا كان ولازال موسيقى بس مع كتير فننين مش تغل هلأ عن دور هلأ أضطر يكون معي مشان هيك وقف من فترة من فترة اللي ابتدات أنا فيها يعني مع مي كان يشتغل سايبا قبل ما بنته تصير فننين كان موسيقى بفرقة الراحل ألا يرحمه لأنه أنا كتير تربيت عندهم ببيته الاستاذرة في أحبايقه عصروا كتير فننين وكتير أجال وأنا كندل عند محفظ الألقاب سامير ياسبيكو وشوف فننين كتير كنت مقربة إلى الجو الفاني مننا يمكن أكيد أكبر من عمري أنا ومن عمري الفن أكيد بس مش من جيل كتير قديم يعني عاصل حلاني و باسكال مشعلاني كنت أنا أول هيك تلعت وبدل معهم كنت دال حب الفان والموسيقى أدخل ما بعرف لأتحشر فيهم وقالوا خدني معك للوابو حاسك أني لحد تشتكوني يوماً ما ما كنت أعرف أنه أنا صوت حلوية ما كنت جاريب أنه قاعد غنب البيت أو يمكن لأنه ما كان عند الجرأة كنت أستحب كتير من الأوقات يعني بعد نبستحب رغم أنوالديك عم تقولي موسيقيا يعني لماذا لايقى الصوت الجميل اكتشفوا الموهد الذي ما اكتشفوا لأنه أنا ولا مرة متجرأة ومغنية قدامه لوقتي اللي جرأت وغنات قدامه صيند طموحي وقراري يعني بالنهاني واعتمدتين مدير أعماليك شو السبب؟ أنا ما بعتبر لأبي مدير أعمالي ما قدرت تكون مع مدير أعمال ببداية لأنه بعدني أبدا ما بعرف شي عن مغالي الفان ابتدت أول بداية كانت لأنه هل قد عفوية لأنه من مجال من مكان تاني اللي هو الجامعة لدركت على الفان ما بعرف شي أبدا مش مغنية بولا مترح قبل كأس النجوم فهيدا الشي خلاني خاف من تجربة مدير أعمال ما بعرف وما بعرف عنه شي لأنه أنا ما بعرف عن الفان شي فأنا شو بدي إله بدي أنا ما بعرف شو بدي بس فمشان هيك كان حدا والدي بالبداية والبداية كانت فترة منيحة يعني كانت سنة وقته بلشت حس انه لازم ممكن يكون في عندي مدير أعمال مور بروفاشنال بإدارة الأعمال متخاصيس بلشت حس انه خليني على اللي مظبوط بيحبني من قلبه عم بيسعى ليكون عم بيعطيني كل شي بكل صدق وبمحبة ما أحترامي لكل اللي جربت معهم يعني كان فيه دايما أبسان اشي ناقصة بلايك كتير كتير بمطارح اشي ناقصة بس بعدني رحيت هلأ أنا أكيد مع انه فمشان هيك انا بقول والدي مش مدير أعمالي والدي ساعدني وبعده رحيت هلأ أعمالي ساعدني كتير كتير كبير بحياة الفنانة ما بتخافي يمكن انه تعامل والدي كمدير أعمال معنا لي ما أزي حد من تعاملها مع الاخرين يمكن يتعاملك المستقل انك فنانة مع الوسط الفنة أن يكون دايما حاجز والده مش مدير أعمالي ما أثر عليك سلبة متل ما كتير فنانين في زوجة مدير أعمالي في خيه مدير أعمالي لأينا قد سببت كتير مشاكل ويمكن حتى هذه قدت لطلاق مرات بأزواجهم أنا لا يمكن أن تطلق بيدي لا يمكن أن تطلق والديك لكن لا تتعقس سلبة لما يكون حدا مقرر لا تتعقس سلبة إذا عارف كتير من يحوه وما خاصة بالاستقلالية هذه الجملة التي لديها أنا مستقلة طبيعي بكل شيء بفنه بحياته بقراراته وبرجع بقولها مرة تانية بصر علي أنا وهو مدير أعمالي هو بساعدني بكتير إشياء أنا عايزتها في كتير أشخاص تانيين مقفوا حد وبعضهم مقفين حد إذا عايزتهم بحفلات معينة يساعدون فيها أو هني بالطول فيها ولازلت عم بشوف الأنسب لإليه وإذا ما لقات إنه في مطرح معينة لحلقة حالي مرتاحة فيه مع مدير أعمال لحدها مثل ما أنا لأنه مبسوطة بالليجنيت والحديثة اللي هو نتيجة الأعمال اللي عم بقدمها مين مكان حد فيها أنا مرتاحة هيك ومشيعة بأزيني يعني هو يمكن الإشياء السلبة اللي بتأثر هي كونه أنه لما شخص كان منظم حفلة أو كان شركة إنتاج لما تتعامل مع شخص والد الفنانة أو زوج الفنانة بحس في تقيد بحس في أمور ما بيقدر يكي بإنفتاح أكتر هل يمكن أن أثر سلبة على حياتك المهنية؟ لماذا بدو يحكي؟ نشو الإنفتاح اللي بدو يحكي فيه ما بدو يحكي فيه ما بدو يحكي فيه المقربين منا بعدين اللي بدو يدخل بحيات إنه بيعود يقرير إنه لأنه والدة أو زوجة أو خية ما بدو يحكي فيه بحفلة أو تفر يعني ما أنه هو بروفشيونال كافي لحتى يحكي ببزنس يعني البزنس حتى لو والدي نحنا إذا بدو يحكي للا إلي أو يحكي عن الثاني عم بيحكي بزنس عم بيحكي بعمل يعني ما عم بيحكي كوالدي عم بيحكي كبزنس يمكن بيدل عندهم يمكن هالحواجز بركة مع الوقت تعودوا يعني أنا قطعت مرحلة هالمرحلة اللي عم تحكي عنك قطعتها يعني من زمان إنه اللي بيفكر هكي يمكن بالبداية كانت شوية متل ما بالبداية مع كثير فنانين كانت يمكن شوية أمور خية أو خية لنجوة كرم مما هو كان مدير أعماله هو اللي نجح نجوة كرم بكثير من الفترات مش نجحة يعني هي نجحة كفاية هي هو اللي ساعد تتوصل له النجاح اللي هي وصلق له بقبل ونوال الزغبي وجود والدتك نالي بحياتك بتحس إنه خليك تستغني عن وجود أصحاب بنات بحياتك لا عندي أصحاب البنات الكافين بس أنا بناء الأصحاب اللي هن بكل معنى الكلمة أصحاب يعني تعطي ساقة للبنات ممكن ما بيكونوا بالعدد بيكونوا بال تعطي ساقة تعطي ساقة تعطي ساقة تعطي ساقة لا يعني صديقة أنتين تخبرية كل شيء مش بالضرورة مش بالضرورة مش بالضرورة بس بطلت صديقة أنتين أنا مرات أهلي ما أخبرهم كل شيء يعني بطلوا أهلي عندي طبع خاص في بحب خلي شيء برايفيط لي لي بكتير من الأشياء يعني إذا بحاجة أو بحس إنه هل تحسين خوف وضعف أنه خزلت بمراحلة معينة من بنات أو من شباب؟ خليتك أنه تخلي دائماً إشي خاصة حتى يمكن مع أهلك متقولية هالثقة أنه مات النحية بسهولة؟ لا لا ما خصي الضعف ولا بتحسين عم تحمي حالي كبارك بهذه الطريقة؟ لا خصي الضعف هيدا بالعكس عندي ساقة بكون كاملة فيهم ولا ما بيكونوا أصحابي ولا ما بيكونوا مقربين مني بس بالنهاية في أشياء بحس أنا بيخد قرار فيها لحالي لو حتى أخذت أيراق المؤرمين مني بدأ أرجع لنفسي ففضل تبقى مع نفسي بتحس الإمرأة الحلوة أو بالغض النظر مشهورة أو لا دائماً بيكون عندها خوف أنه يكون في حب من حوالي حقيقي وخاصة من البنات لأنه إلا ما يكون عامل الغيرة هو الموجود؟ لا أفكر بهذا الموضوع عن جد يعني كل المقربين مني إذا تسألين أو لا تسألين إلي بيقولون لك ولا مرة لحاسة أنه أنا بغير من حدا ولا حدا بغير مني إلا ما ألمسه يعني أنا ما بستبق الأمور إلا ما ألمسه يعني أنا خليتك بحس أنه بلا بلا سرع خبرا ماذا علمتك؟ خاصة أكيد مع أبنات يعني هي دائماً عامل الغيرة مع أنه أنا أبداً ما بحسسون بهذا الموضوع يعني كلهم بيعرفوا أنه أنا بس كون موجودة وبنسى كلياً أن فنانة أو بنسى كلياً أنه عند عالم الخاص اللي هو بمجال الفن بسير بعالم الحقيقي اللي هي حياة الشخصية وهي علاقات مع الأصدقاء مع المقربين مع الناس اللي بحبهم اللي بحبوني أكيد بعيش عفويتة دائماً فمشان هيك نس بتعملنا على هذا الأساس بس طبيعي يصير ببعض الأوقات مع بعض الأشخاص وهنا أقلية صارت معي يعني أنه حس أنه في غيري بمطرح معي ما خليت شيء يعمل لك حاجز أنك تخافي أو بيخط إحتياط صرت شوية بس مش كتير بس لانت تغار كمان وخاصة على الحبيب بغار على الحبيب بس ما بغار من ما بغار من صديق إلى ما تفوق وبأيها تفوق أنا نعم لا. محجل llega على الاطباء لتفرؤ ما تق rever forms هذه الصورة أنت والدتك وواندك. أخذت كوبي من والدتك لأنه قلت لهم أربع صور. بالحرب راحوا كل الصور. فأخذتهم كوبي. أتذكر. أنا هذه الصورة يمكنني تذكرتها من زمان ما ما عندي صور كثير. ماذا تعني لك هذه الجامعة؟ كل صورة أنا وصغار بي عنولي. وخاصة أنا وأهلي. لأنه هكذا تظهر فيهم هكذا بنيك في كم موضلاتنا. ماذا تشعرني؟ لكن الجامعة هي أجمل شي لما تذكر بطفولتك وفي الأشياء التي كانوا أكتر شي بحب أنه كانوا يأخذوني على اليونة بارك. وبعدنا حدثت هلأ بحب مدينة الملاهي. كثير يعني بعد نقطة ضعفة لأنه هالقد كانوا يأخذوني على مدينة الملاهي بارك. أنا كتحبه من أنا صغيرة وما بعرف. ماذا تشعرني؟ ما تشعرني؟ ينقصك بهذه الفترة. ليس ضروري الطفولة اللي مشوعة علي. يعني لما بلشت توعي. هذه الطفولة اللي بها الصورة مشوعة علي أبداً ولا شي. بلشت توعي أكيد بس بلشت سير عمري كل ناضي كفاي وبلشت تذكر ليش. مش طفولة ما بيعتبر هيدا العمري بالـ 11-11. هو بلشت توعي أكتر الأمور حواليك. شو حصيت بها ديك الفترة وخاصة كانت فترة تحرب. تربيت بعيني متواضعة حتى مادياً. يمكن ليش الطفل اللي فيها تحلم بكل شي تقدر تلاقيه كل شي تجيبه كل شي تشتريه. ما كان نقصني شي باي زوائي يعني. أنا بده أقولها الشغلي كثير مهمة. أنا ما تربيت بعيلي فقيرة وبنفس الوقت عائلتي مش غنية. يعني تربيت بعيلي كنا نقدر نعيش كثير منيح. ونقدر ألبس أحسن لبس بعمري. بعمري يجبوه لأهلي أو حتى ما كانوا يقصروا علي بشي يعني لا أنا ولا أخي. دائماً بالأعياد وبالمناسبات وبكل شي ممكن يفرح في الولاد كانوا يفرحونا. بس لأن الطفول بيكون عنده حسرة. لو حتى بشغل صغير يمكن منع. حسرة صغيرة أنا كنت دلق أولى. وهلأ بعد الحلية تلق أولى. إنه لأنه أهلي كانوا صغير. ما كانوا يعرفوا مظبوط ما معنى تربيت الطفول. كنت دلق أول أنه بس بلشت حالي كبيرة ما كانوا يحسسوني هيدا الموضوع. كنت دلقيت طفل بنظرون. كنت دلقيت طفل بنظرون. بوقت بشوف أصحابي كيف عاملو. أولادهم أصغر مننا عمرا. كانوا بوقتها يعني. كانوا يعملون بغير طريقة ما كانوا أهلي عاملوني. بس من ناحية العمرا. يمكن لأنه أنا معودتهم كنت كتير اتغنج. فضلوا أنا طفلة بين أطفالهم. وأنا كنت لا أنه بلشت أكبر. لا أش كيف بعد. حسوا بي. حسوا أنه في عند غير متطلب. بك بدي أعود معكم على الطاولة تبع الكبار. بس تتغدوا. بك بدي ما تقولولي بنت وابني. لأنهم يعملون أو يقولون عننا أنه نحن صغر. نزعج عنه. لماذا أنا أنا صغيرة؟ لماذا تقولون عنه؟ أفهم. لأنه ليس حسرة. هذا الشيء بس بعده معلق عندي. أنا بكرة أولاد بنتبههم لهذا الشيء. في مشاعر كفل. لا ينتبهون للأهل. مبادئ لأنه هيده. لأنه هذا آنه. لأنه هنه نحن 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 ما يقولون عنه. هنه يفعل من محبه. هن يجب أن يراه المشكلة. هن يريد أن يكون قداره إلى محابه. هن يزعج لأنه كبير. يعني أنه هذا المشكلة. لا يمكن أن يكوني إشافه بأكبر. كبير. يعود هالشيء اللي حرمان بفترات معينة. بيعزز النفس بزيد السقة لما ما يكون موجود وي تواجد. ما بعتقد مش الفقر قد ما هو قديش انت شبعاني عم تات أهلك. يعني إذا مضبوط كتير مند الفقر كبير. إذا كتير عائلة هالقادة فقيرة. فيه بس يغنوا الولاد أو تغنى العائلة. فيه حال من اثنين. ييعرفون إيمت المكان الذي كان له. وهذا صعب. وهذا صعب. لكن هذا الأفضل. أكيد. هذا يدلعى النفسية الحلوة. يعرفون إيمت الفقر. ويعرفون يتعاملون معه. لا يجعله هذا الشيء يردد فعل عكسي على يون. أو يصلوا إلى مرحلة. لأن كنا فقرة. نصل في مرحلة. يتمعوا بالسلطة على كل شيء. هذا الشيء اللي لا أحبه أبدا. وما بحس أنه بقول كتر خير ألا أنه أنا حتى بمجال الفن هيدا اللي عم تحكي عنه بيقدر أعطيك إيابي دوكوت تاني يعني أنه إذا ما كنت مشهورة وفجأة نصرت هالقد مشهورة كمان هيدا الشي قد أنت متصارحة مع نفسك ما بتخلي الشهرة هالقد أثير عليك مثل ما بتخلي كمان أنت ما بتقدر تخلي الغناء يأثير عليك إذا كنت فقيرة هيدا إذا كنت محصنة إنت يمكن أن محصنة بجو عائلة معين أولا أنه كتر خير ألا هذي أهم شي حطوها في عائلة ربوني عليه أو هيدا بيجي كاركتر ما بعرف شو بيجي برس إنه شي في بحبه أني أنا محصنة من هالناحية هيدا ما بتأثر إذا كنت ما معي أو إذا ما معي مادي يعني ولا حتى بتأثر إذا كنت لما كنت مش مشهورة لحنا نحن نحن عن هيدا الفترة الشهرة ما قبل وما بعد بس كما يقال لأنه دايما المصاري والسلطة يعزز النفس وبحس إنسان أنه عنده القوة وممكن يكسب أصدقاء وناس حوالي أكتر لحنا نحكي عن هيدا النقطة بالزيت لأنه مهمة كتير وخاصة عند الأشخاص المشهورين ولكن بعد هالوقفة الإعلانية لدى آيق مشاهدينا منروح مع وقفة الإعلانية ومنرجع لكم معنا لمادي سي اشتركوا في القناة